اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور عمر طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولوى أمير سيد أحمد مستشاري رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ولوى أركان حرب إيهاب الفر رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ولوى أركان حرب إيهاب عبدالله مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية في مجالات الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات وقد وجه السيد الرئيس باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة التكنولوجية في إقامة مختلف مشروعات الاتصالات والرقمنة مع مراعاة المبدأ الثابت بحوكمة كافة جوانب الأداء وفقا لأعلى موصفات الجودة والاستدامة بما يساعد على تعزيز جهود التحول الرقمي للدولة وعلى النحو الذي يليقه بتطور الحضاري الذي تشهده مصر ورؤيتها التنموية الشاملة مع التركيز في هذا الصدد على توفير تدريب تقني لازم لرفع كفاءة الموارد البشرية وإعداد أجيال وكوادر وعدة وقادرة على تنفيذ المشروعات الرقمية على مستوى الجمهورية وقد تم في هذا الإطار استعراض مستجدات الموقف التنفيذي والإنشائي لمدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة والتي يتم تتشينها على أحدث النظم التكنولوجية بهدف بناء مجتمع معلوماتي يتم من خلاله دعم البحوث والابتكار في التقنيات المتقدمة وجذب استثمارات الشركات التكنولوجية العالمية كما تم عرض سير العمل في عدد من المشروعات التكنولوجية القومية على مستوى الدولة التي تهدف إلى نشر ثقافة الإبداع واكتشاف ودعم المبتكرين من الطلاب والباحثين والرواد الأعمال ليصبحوا عناصر فاعلة تسهموا في تحقيق التحول الرقمي في مختلف قطاعات الدولة خاصة مشروع إنشاء فروع لمعهد تكنولوجيا المعلومات بجامعات المنصورة والمنوفية والمينيا وقنة وسهاج وأسوان وكذا مشروع إنشاء مجمع الإبداع التكنولوجي بالإسماعيلية إلى جانب مشروع إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية في بنها والفيوم وبور سعيد اشتركوا في القناة